تتركز الحالات المؤكدة الجديدة في كوريا الجنوبية مؤخرا في مدينة السيول ومقاطعة كيونجي ومدينة انتشون وغيرها من المناطق المحيطة بالعاصمة وتتعلق رئيسيا بالعدوى الجماعية في اماكن دينية افادت وكالة يونهابل الانباء بانه اعتبارا من منتصف ليل الاثنين يجب ان تلتزم مدينة السيول باكملها بالامر القصري لارتداء الكمامات وتنص المتطلبات على انه بالاضافة الى الظروف التي لا يمكن تجنبها مثل الاكل والشرب فانه يتعين على مواطني السيول ارتداء الاقنعة ليس فقط في الداخل بل في حال وجود تجمعات في الخارج ايضا في هذا السياق صرح المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية ان عدد الحالات المؤكدة في المقاطعة والمدن السبع عشرة في البلاد باستثناء العاصمة تزداد بشكل حاد حيث يوشك ان تظهر العدوى التفشي على المستوى الوطني لكنه لم يصل الى ذروته بعد ومن المتوقع يزداد عدد الحالات المؤكدة في المستقبل وبدأت كوريا الجنوبية في تنفيذ المرحلة الثانية من الاجراءات للحفاظ على التباعد الاجتماعي في جميع انحاء البلاد في هذه المرحلة تحضر انشطة التجمعات التي تضم اكثر من خمسين شخصا في اماكن مغلقة ومئة شخص في الخارج كما يتعين تعليق المرافق العامة والاماكن عالية الخطورة التي قد تحدث فيها عدوى جماعية